بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهوري النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال النهاردة نيلة لحضراتكم على الهواء مباشرة المباراة الثانية في سلسلة مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال واللي بتتلاب على مجمع دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائي الدوري أنا أسف مباراة الثانية لحضراتكم المباراة الأولى في نهاية الدوري واللي انتهت بفوز نادي الزمالك 3-1 إن شاء الله نتمنى الفوز النهاردة لنادي الأهلي في المباراة الثانية عشان نرجع تاني لنقطة البداية وفي حالة فوزنا النهاردة إن شاء الله والتعادل واحد واحد في نتائج المباراة هيكون المباراة الفاصيلة غداً بإذن الله يوم الاثنين وهتكون على نفس الملعب طبعاً المباراة كان مقرر لها إقامتها الساحداشر ونفس السبب اللي اتأخرت عشان ومباراة هتتأخر تاني المباراة النهاردة هتقام تقريباً الساعة 12 لأن مباراة طلع الجيش وسموحة اللي قبل مباراة الأهلي والزمالك على المركز 3-4 اتأخرت هتوصل أو وصلت تقريباً أو هتوصل لشوت 5 فطبعاً ده معناه إن المباراة تتأخر ساعة والحقيقة كان يعني الموضوع ده مجهد جداً على اللعبين اللعبين مباراة اللي لقبت سواء في الأهلي أو في الزمالك يمكن وصلوا الأوتيل مباراة على الساعة 3 أو 3 ونص الفجر فطبعاً ده يعني محتاج مراجع الحقيقة من لجنة المسابقات في مواعيد المباراة يعني فيه كذا حل لذلك يعني ممكن مباراة التاتو الرابة تلاعب على صالة والفينال تلاعب على صالة أو يتلاعبوا في أيام بالتبادلية مش لازم في نفس اليوم عشان نتجنب ده لأن الحقيقة الليل رمضان قصير الليل قصير بعد الفطار ما عندكش وقت تعمل المباراة بالقوة دي والشكل ده الله يكون فعن اللعيبة الحقيقة والحكام وكل من يشارك النهارده في مباراة الأهل والزمالك لأن المباراة مباراة خلصت الساعة 4 أو 2 ونص ثلاثة كانوا في القتيل أعبال طبعاً ملعبة نامت وتصحرت أتصور مش قبل 4 ونص خمسة صباحاً أعبال ملعبة نامت الحقيقة الأسبوع ده أسبوع مليء بالأحداث لألعاب الأخرى طبعاً من حوالي أسبوع شهدنا فوز كرة اليد الرجال بالدوري وبعد كده الكأس النهارده أو هذا في هذا الأسبوع عندنا 3 بطولات النادي الأهلي بياخد 3 بطولات في الألعاب الأخرى بطولة نهائي الدوري كرة الطائرة رجال موسم 22-23 اللي هو مبارح أول مباراة ونهارده تاني مباراة دي بطولة البطولة التانية وهي كأس مصر كرة السلة سيدات البطولة التالتة كأس مصر كرة سلة رجال طب مبارايته بشكلها إيه؟ احنا النهارده إن شاء الله الساعة 11 هتكون في مباراة كرة سلة سيدات الأهلي وهليوبلس اللي هيكسب إن شاء الله هيتأهل للمباراة النهائية عشان يلعب بعد بكرة من الفائز من الجزيرة وهليوبلس من الجزيرة وسبورتي غالباً يعني بنسبة كبيرة جداً طبعاً فريق هليوبلس فريق محترم والنهارده هتبقى مرامش سهل أبداً على فريق السيدات لكرة السلة نتمنى إن شاء الله يتجاوزوا هذا اللقاء المباراة يعني التانية إن شاء الله غالباً بنسبة كبيرة هيفوز نادي سبورتنج عشان يوصل ليه النهائي النهائي هتلعب بعد بكرة النهائي هتلعب يوم الثلاثة السيدات طيب الرجال كرة تسلى بكرة ان شاء الله او المباراة ليهم او مباراة قبل النهائي الاهلي والجزيرة طرف لقاء قبل النهائي التاني هيكون الاتحاد والزمالك الفائز من المبارايتين هيلعب الفاينال يوم الاربع ان شاء الله ويبقى يعني النسبة كلها او الدنيا رايحة برضو هيبقى النهاء المعتاد من سنتين ثلاثة وهو ده بيقولوني دلوقتي مفاجأة كبيرة جدا في كرة السلى سيدات احنا لسه بنتكلم بنقول ان هليوبل ان سبورتنج يكسب الجزيرة طب المفاجأة ان الجزيرة كسبت سبورتنج النهاردة الجزيرة وصلت فاينال الجزيرة كسبت سبورتنج في قبل نهاية كرة سلى سيدات لسه بقول لكم بنسبة كبيرة هيبقى سبورتنج ولكن مباراة الكقوس ملهاش حسابات يعني لسه حالا بيبلغوني الجزيرة حجز مقعد في مباراة الفاينال كرة سلة سيدات 79-71 يعني فرق 8 نقاط عشان ينتظر الفائز النهاردة او دلوقتي المباراة ان شاء الله تنطلق الساعة 11 وهنقول لحضراتكم بالمناسبة هنتابع طبعا المباراة ونتيجتها ونقول لحضراتكم اثناء السوديو التحليلي لكرة طائرة رجال اللي احنا منغطيها لحضراتكم دلوقتي بالنسبة للرجال برضو زي ما توقعي وبردو يعني ما اقدرش حدد حاجة لانه زي ما انتم شفتوا على طول جاء الرد سريعا انا بقول يعني ممكن سبورتين جولة اهل جزيرة جاء الرد سريعا جزيرة اهل المباراة النهائية مباراة الكوس مباراة او مباراة ملهاش حسابات انت ممكن اي فرقة تكسب اي فرقة هي مباراة ببطولة او مباراة وتنصل فينال فملهاش حسابات نهائي فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يوفق في هذا الاسبوع اسبوع الحقيقة مليء بالمباراة